تجري الآن اشتباكات عنيفة بين المجاهدين وقوات النظام التي كانت تتمركز في مشفى جسر الشغور والتي تحاول الآن الهروب بعد أن تمكن المجاهدون من حفر نفق تحت المشفى وعلمة قوات النظام ربما بهذا الأمر الآن تحاول الفرار ولكنها تقع صيد في يد المجاهدين نشاهد الآن في الصور الأدخنة المتصاعدة من المشفى بعد استهداف المجاهدين له وأيضا شاهدنا ورصدت عدساتنا هروب العناصر من قلب المشفى واتجاههم باتجاه منطقة القرقور التي تسيطر عليها قوات النظام ولكن المسافة كبيرة بين قوات النظام ومناطق تواجد المجاهدين محاولات يائسة من قوات النظام للهروب باتجاه نقاطها أكثر من ثلاثين عسكري الآن أو عنصر تابع النظام الآن رأيناهم يخرجون ويغادرون المشفى في محاولات لهم للهروب خرجوا خارج سور المشفى تجري الآن الاشتباكات بينهم وبين المجاهدين المتواجدين حول المشفى الدخان المتساعد من المشفى ونتيجة انفجار مستودعات ذخيرة تابعة لهم ربما أو نتيجة استهداف المجاهدين لهم الآن نشاهد فيها الصورة استهداف الطيران الحربي للطريق الذي سيسلكه عناصر قوات النظام الواقع بين مشفى جسر الشغور ومنطقة الكفير والقرقور هذا هو الطريق تقوم أيضا قوات النظام بالإضافة للطيران بالتمهيد عليه من المناطق الموالية للنظام أو من المناطق التي تحت سيطرته لفتح الطريق أو تمهيده أمام عبور قواته المحاصرة في جسر الشغور الاشتباكات عنيفة جدا الآن والطيران لا يغادر السماء الطيران الحرب والمروحي في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه أو ما تبقى من قوات النظام ولكن يبدو بحسب الاشتباكات أنه من الصعب إنقاذ أي عنصر ومن الصعب جدا مشاهدين أن يفي رأس النظام بشار الأسد بوعده بأن يفك الحصار عن قواته المتواجدة في مشفى جسر الشغور الاشتباكات مستمرة حتى لحظة ولا ندري إذا ما كانت تمكن قسم عناصر النظام من الهروب أم لا هذا ما ستكشفه الساعات القادمة محمد الفيصل أورينت نيوز من محيط مشفى جسر الشغور شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة